السلام عليكم وتتبعي القناة مرحبا بكم في صفحة 159 من كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي اليوم مع التعبير الكتابي أصف حفلا ثالثا أراجع أقرأ على مجموعة ما كتبته في الحصة السابقة أصحح أخطائي أكتب الخطأ ثم أكتب الصواب بعد ذلك أعيد كتابة منتوجي هذا المنتوج هو وصف حفل زفاف حضرت حفل زفاف ابن عمي حيث لبست أحسن ما لدي اتجهت رفقة والداي إلى قاعة الحفلات التي كانت قد امتلأت بأكملها أخذت أنتظر مجيء العريس والعروفة في السيارة المزينة بالورود وغيرها وما هي إلا لحظات حتى سمعت صوت السيارة وحينها بدأ الحفل والعروسة في أجمل حلة تناولنا الحلويات والمشروبات وبعدها وجبة العشاع وفي النهاية رمى العريسان الورد ورحل فغادرنا القاعة عائدين إلى منازلنا سنعيد قراءة منتوجنا وصف حفل زفاف حضرت حفل زفاف ابن عمي حيث لبست أحسن ما لدي اتجهت رفقة والداي إلى قاعة الحفلات التي كانت قد امتلأت بأكملها أخذت أنتظر مجيء العريس والعروفة في السيارة المزينة بالورود وغيرها وما هي إلا لحظات حتى سمعت صوت السيارة وحينها بدأ الحفل والعروسة في أجمل حلة تناولنا الحلويات والمشروبات وبعدها وجبة العشاع وفي النهاية رمى العريسان الورد ورحل فغادرنا القاعة عائدين إلى منازلنا رابعا أقرأ منتوجي النهائي على جماعة القسم إذن ما كتبته أقوم بقراءته على مجموعة القسم أسمع تقديرات وملاحظات جماعة القسم إذن الملاحظات والتقديرات التي يقولها أصدقائي من جماعة القسم أسمع لها لأخذ بها وأخذها بعين الاعتبار أختار أحسن وصف لحفل إذن بعد ذلك نقوم باختيار أحسن وصف للحفل إذن ألسق من توجي على صبورة النشر إذا ما نال من توجي إعجاب جماعة القسم فأقوم بإنساقه على صبورة النشر الخاصة في قسمها إذن نعيد قراءة هذا الانتاج هذا الوصف لحفل زفاف الوصف لحفل زفاف وحفل زفاف يختلف من منطقة إلى منطقة ويختلف كذلك بين المدينة والقرية حضرت حفل زفاف ابن عمي حيث لبست أحسن ما لدي إذن في حفل الزفاف نختار أحسن اللباس لكي نحضر به في حفل الزفاف اتجهت رفقة والدي إلى قاعة الحفلات إذن قاعة الحفلات إذن هذا ذليل على أن الحفل هو في المدينة التي كانت قد امتلأت بأكملها إذن فقاعة الحفلات يكون الدعوة موجهة لمن يحضر حفل الزفاف وتكون بعيدة من المنزل أو يعني ليست في منزلي العروس أو العريسة إذن اتجهت رفقة والدي إلى قاعة الحفلات التي كانت قد امتلأت بأكملها أخذت أنتظر مجيء العريس والعروسة إذن الكل يترقى وينتظر وصول الزوجين في السيارة المزينة بالورود وغيرها يعني السيارة التي تقل العروسة تكون مزينة بالورود وغيرها وما هي إلا لحظات حتى سمعت صوت السيارة يعني عندما يأتي العريسة فالسيارة تستعمل منبهها لتنبيه الحضور بأن العريسة قد جاء وحينها بدأ الحفل يعني عندما يحضر العريسان يبدأ الحفل والعروسة في أهج مليح له يعني مزينة وغير ذلك فهي تكون في أحسن حالها ثناولنا الحلويات والمشروبات وبعدها وجبة العشاء يعني تكون الحلويات والمشروبات ووجبة العشاء وفي النهاية يعني عند النهاية رمى العريسان الورد ورحلها يعني في النهاية يقوم العريسان برمي الورد على الحضور أو الحلوى على الحضور معلنين عن انتهاء حفل والذهاب فغادرنا القاعة عائدين إلى منازلنا عندما ينتظر الحضور حتى يرحل العريسان وبعد ذلك يغادرنا القاعة عائدين إلى منازلهم فقدم هم